طبعا احنا اهمية القيادة بالروح بالروح القدس خليني يعني بالاول حتى نعرف الموضوع الحياة تحت سلطان الروح ما هو المقصود تحت سلطان الروح الحياة تحت سلطان الروح خليني الاول اوصل كلمة الناس لغد الوقتي ما بتعرفش ايه السلوسة الاخدس ان السلوسة الاخدس ابو ابنه الروح قدس كل واحد فيه مليه مهمة خاصة وخدنا كلمة اقنون من اللغة السريانية اللي هو قائم بذاته شخص قائم بذاته ولكن هما كلهم تحت شيء واحد اللي هو الرأس بيسموه في الانجليزي جود هيد لكن هو الرأس وهو الله الكامل والله الكامل بيشتغلوا التلاتة مع بعض في هارموني في التناسخ في انسجام وفي محبة لان الاب بيحب الابن والابن بيحب الاب والروح قدس اللي بيوصل المحبة بين الاثنين فنقدرش نقول ان لما فضتنا حبة الله خلى الانسان عشان يكون على صورته ومثاله لكن بعض الناس بيفتكن ان الروح قدس بيشتغل لوحده الاب بيشتغل لوحده والابن بيشتغل لوحده الحقيقة كل واحد عنده وظيفة معينة بيعملها لكن التلاتة بيعملوا بيشتركوا في كل الاعمال اشتركوا في الخلاص اشتركوا في الخليقة بيشتركوا في القيادة بيشتركوا في حياتنا لكن وان كان يتميز كل عصر وكل وقت بان الاب متميز في ده والابن متميز في ده والروح قدس متميز في ده وده السلوس الأقدس النهاردة وإن كنا نتكلم عن الروح القدس فالروح القدس هو الإقنوم الثالث هو الله الموجود هو الله الحي الكامل المساوي للإبن ومساوي للآب وهو إرسالية يسوع لنا والكنيسة لأنه أنا قال يعني المفروض أن أنا أنطلق فيكون أفضل لكم لما أنطلق لنية الروح القدس وناس كتير عبرت عن الموضوع ده قالت أن يسوع في حياته مهما قدر يقدم للناس الوقت محدود لكن الروح القدس لما يقدم يسوع لنا بيبقى غير محدود ويسوع بيظهر بقوته بسلطانه جوانا لكن هو كلمة تحت سيطرة لسلطان الروح القدس معناها أن الإنسان فشل من غير الروح القدس يعني لما ناخد الآية اللي بنتكلم عنها بحبها وبستمتع بيها الموجودة في كرنس الأولى 15-45 اللي بتقول أن آدم نفسا حية لكن يسوع كان روح محية فآدم كان نفسا حية وكان ليه علاقة شخصية مع الله لكن لغم أن الله خلق على صوته مسائله لكن يداله الحرية المطلقة أنه يحب الله بكام إرادته والإنسان أخطأ الهدف آدم غلط لغم أنه كان عايش في حالة البراءة لكنه أخطأ الهدف ويعوقب وخرج من الجنة وجه في الجنة حطله في إصحاح ثلاثة آخره حطله كاروبين بسيف نار متقلم عشان يمنعه أنه يمر على شجرة الحياة فما يكلش منها فيحي في الخطيئة لأن الرب كان ليه خطة تانية أنه هو يعحي حياة مباركة حتى التبرير إلى الأبد وده اللي حصل ده اللي حصل كان في خطة الله فجه يسوع صنع الخلاص ويسوع داني روح القدس والروح القدس هو اللي بيقول كل شخص فينا أن يقول أن يسوع رب نعم فبدون الروح القدس ما نقدرش نقول أن يسوع رب وبدون الروح القدس ما نقدرش الكنيسة تتكون يعني الكنيسة تكونت بناء على عمر الروح القدس فيها فالتلميس كان يقولوا الروح القدس ونحن الروح القدس ونحن الروح القدس أرسلهم فكان الروح القوليس بيتفاعل معهم وفعالات عظيمة وقيادة عظيمة فكان الروح القوليس بيقود التلميذ بيقود الرسل ويقود الكنيسة وجه أمر كتابي لنا من الرسول بوليس وهو يقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ولكن امتلأ بالروح وده أمر شوية محتاج لفك ونفسره لأن الناس مش فهم ايه الامتلأ بالروح أول حاجة إحنا لما بنؤمن بالرب يسوع وده اللي بيحصل بنختم بالروح القوليس وفي اللحظة دي بيبقى زي ما كان يتختم الجنود زمان كان يتختم العبيد زمان يتختم الملكة فيتختم إنك إنت ملك الملك ده طبع فإحنا مختمين إن إحنا ملك الملك ده والجزء الثاني إن الروح القوليس هو عربون إن إحنا هيكون لنا حياة بادية فهو ده العربون إن أنا وأنت هيكون لنا أكساد ممجالي زي يسوع وهنعيش مع الأب بعد كده في حياة أبدية ده العربون ده الدون بيمن بتاعنا أو يسمونه العربون زي ما ندرم في مصر الدفعة الأولى فده اللي بيفرق بابين إن أنا ختمت لما أمنت إن أروح أقول السكن جوايا ولما أنا أمتاء بالروح بعطي قيادة لروح خلس المتاء بالروح ما هواش حاجة بتنزل علي الروح خلس موجود في حياة كل واحد فينا بنفس المقدار أنت عندك وأنا عندي وكل واحد فينا مسيحي عنده روح خلس بنفس المقدار لكن الروح خلس بيعمل بسرعة أكتر لما نديره مكانه ونديره تفعله أكتر في حياتنا ونديره أنه يستمر ويسطر علينا